الكاس ده لانه من ساعة ما اخدنا الكاس وحتى الان او كاس السوبر يعني من ساعة ما اخدنا كاس السوبر لغاية دلوقتي من يوم الجمعة لغاية دلوقتي تحس ان فيه حاجة بتحصل نادي الزمالك او نادي المنافس انسحب انا ما يخصنيش الموضوع في اي حاجة اللي ينسحب ينسحب واللي يكمل يكمل انا خدت البطولة انا خدت البطولة رقم 13 في كاس السوبر هتقعد تقول لي دربت الجزاء ما كانتش دربت قول زي ما انت عايز وهز راسك زي ما انت عايز وعمل اللي انت عايزه دي حاجة وان انا خدت البطولة رقم 13 دي حاجة تانية وخدت المكافأة المالية اللي عايز ينسحب ينسحب والعايز يلعب يلعب انا كنادي اهلي وكجمهور النادي الاهلي مليش اي علاقة اقعد بقى انت اتكلم في ايه في الكرامة والكلام اللطيف ده اتكلم في برحتك ولكن انا كنادي اهلي ضفت بطولة جديدة في دولاب البطولات بتاعتي ما عملتش ايه حاجة تانية وعلى فكرة انا ما بديقش اللي عايز يقول اصلها مش راكل الجزاء وهي راكل الجزاء صحيحة 100% وحكلم عن هذر الأمر بعد كده اللي عايز يقول انها مش راكل الجزاء حيقول إن هي مش راك الجزاء اللي عايز يقول إن هي مباراة عيفة يقول إن هي مباراة عيفة اللي عايز يقول إن النادي الأهلي إن هي ما بين التاني والثالث يقول إن هي ما بين التاني والثالث اللي عايز يقول أي حاجة يقولها ولكن في النهاية أو في نهاية اليوم أو بعد صفارة الحكم الكاس في قناة النادي الأهلي والكاس في دولاب النادي الأهلي وإضافة كاس جديد اقعد الكلام زي ما أنت عايز بقى وقول اللي أنت عايزه وقعد اعمل اللي انت عايزه اسخن وقول كذا واصله ما ايه صحش والكرامة والكلام اللطيف اللي بيتقال ده بقى يومين قولوا لكن انا حفرح حبست انا كجمهور الاهل يعني حفرح وحبست برضو حفرح وحبست لغاية النهاردة او بكرة بالكتير او بكرة بالكتير وبعدين هعمل ايه حبتدي افكر لان عندي قبل نهائي بطولة افريقيا قبل نهائي دور الافطال افريقيا مع واحد من اهم هو اصعب الاندية في افريقيا نقاس في نادي الترجي فالحقيقة انا مش عايز حضراتكم عايزنا عايزنا ببسط زي ما قلت لحضراتكم الجملة العبقرية اللي قالها المهند سعاد للقيا هي بالفعل جملة عبقرية يا بختهم هم بيقدروا يفرحوا باي حاجة انت يعني جمهور الاهل من كتر ما هو حابب المباريات وحابب البطولات وحابب كل شيء بيفرح بقى زيه زي اللعيبة بيفرح اقل من الوقت بتاع المباراة وبعد المباراة وبعد كده يفكر في اللي جاي عندي بطولة افريقيا يعني في اليد عندي بطولة افريقيا فمش حافر لا حافرح النهاردة وبحاول اجيب لحضراتكم او حاجيب لحضراتكم الكاس بعد قليل ويبقى معاك كاسين كده امسك كاس كده وكاس كده واتبسط وافرح لانه من حق جمهور النادي الاهلي انه هو يتبسط ويفرح ومعاك طبعا كالعادة جميل النادي الاهلي اللي بنقول لها الف مبروك ولعبت النادي الاهلي في كرة القدم وفي كرة اليد يمين وش ايوة كده سمير اهو ده الكلام يمين وش مال كده وفرحنا وبسطنا اسلام حسين نجمن وكابتن النادي الاهلي وعلى الجانب الاخر كابتن النادي الاهلي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد شريف وهنا المصري وعلي زين اللي ان شاء الله يبقى صبته بسيطة وحنطمن حضراتكم النهاردة على كل هذه الامور عايزين نتبقى ايوة الكاس هنا والكاس هنا والكاس في قناة الاهلي عندنا ثلاث كاساتهم هم اتنين بس بس عندنا ثلاثة ان شاء الله حيبقوا ثلاثة قريب جدا جدا وان شاء الله حيبقوا اكتر واكتر واكتر هذا هو الفارق الحقيقة في وسط هذه الاحتفاليات وفي وسط هذه البطولات يجب ان اهنئ مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب الف مبروك يا كابتن محمود الف مبروك لكل اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي الف مبروك للوزير العمري فاروق الف مبروك للأستاذ خالد مرتجي الف مبروك للأستاذ طارق انديل الف مبروك للأستاذ للدكتور محمد شوقي للدكتور مهند مجدي للأستاذ محمد الغزاوي للأستاذ امية عاطف للكابتن حسام غالي للأستاذ محمد الجرحي للأستاذ محمد الضماطي في حد ان انسيته يا شباب كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي دكتور محمد سراك طبعا كل الموجودين كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اللي بشكرهم جدا جدا على فريق اليد تحديدا على فريق اليد من السنة اللي فاتت ونحن بنتكلم عن هذا الأمر تغير فريق اليد تماما جبت مدير فني على أعلى مستوى جبت لعبين على أعلى مستوى أو طلعت من النشئين لعبين على أعلى مستوى قدرت تستحوز فيهم على كل ما يخص كرة اليد دوري وكاس وكاس سوبر إن شاء الله اللي جاي لسه كمان أفريقيا جاية إن شاء الله ربنا يكرمنا بيها يا رب إن شاء الله ألف مبروك لكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي اللي له دور كبير جدا في كل هذه الإنجازات مجلس إدارة بيساند ووقف في ظهر كابتن خالد كابتن خالد العوضي بيختار وبيعرف يجيب الناس اللي هو عايزها وبطولات زي ما حضرات أربع خمستاشر بطولة في ألعاب بيقولولي دلوقتي بيصححولي خمستاشر بطولة في ألعاب الصلاة حتى الآن ولسه تقريبا ست سبع تمن بطولات كمان ربنا يكرمنا بيهم يا رب إن شاء الله على الجانب الآخر زي ما حضراتكم بقى عدو زي هناك ثلاثة أو أربعة حاجة كده لأنا فكروا يعني الإنجازات اللي تتحقق دي مش من فراغ عمل احترافي لمنظومة كبيرة كل واحد عارف شغله وكل واحد عارف اختصاصاته عشان كده النادي الأهلي هو أنجح منظومة رياضية في مصر ترجمة نانسي قنقر